سلام القدس لكم وعليكم أحبائي وعزائي هذا صباح القدس كما توفقنا يوم أمس أن نكون مع هذا البرنامج اليومي الصباحي حديث العاصمة حديث العاصمة هو برنامج بانوراما الذي سوف يتسجل ويبث على يوتيوب أيضا لكن في كل يوم الثامنة والنصف صباحا نحن على موعد مع البث المباشر على منصة يوتيوب لكل الزملاء والأحبة الراغبين بأن يكون لنا هذا اللقاء يتضمن طبعا كما هي العادة قراءة ليست مجرد قراءة للمقالات لا قراءة في الأحداث واستكشاف الجديد لأنه أحيانا ينتهي الإعداد لمقالات البناء في منتصف الليل ومثلا خطاب بايدن بالأمس بعد منتصف الليل وبعد أن انتهى الإعداد لمقالات البناء وأقفذ التحرير أضف إلى ذلك أنه أثناء قراءة المنشات أو النقاط على الحروف أو التعليق السياسي أنا أضيف يعني هوامش وحواشي ومعلومات وتحليلات لا يتسع لها المجال في مقال عادة أريد له أن يكون مختصرا ما أمكن يعني مقدمة المنشات لا تتعدل ألف كلمة هكذا النقاط على الحروف التعليق السياسي بحدود 300 إلى 400 كلمة فأحيانا الفكرة لها مسندات ولها تشعبات ولها استطراضات ومعلومات أضعوها في التداول في هذا البرنامج الصباحي ولما بيكون في حدث هيك بثير الوجدانيات والمشاعر والعواطف وهذا فبيجي صباح القدس يعني أيضا يصبح جزءا من هذه الفكرة صباح القدس لكم جميعا أحبائي وأعزائي اليوم طبعا الحدث عنا في الميدان هدهد ثلاثة وعنا في السياسة الغراب يعني بن يمين نتنياهو وخطابه أمام الكونغرس الأمريكي ومشهد الكونغرس يعني الذي يطرح سؤالا كبيرا جديدا حول الداخل الأمريكي يعني عنا مشهد في الكونغرس لا يمكن تجاهله مقاطعة 120 نائب لخطاب رئيس حكومة كيان الاحتلال يعني هذا أمر غير مسبوك بأمريكا أنه أمريكا نحن اعتدنا أنه يكون عنا التضامن مع إسرائيل وحكومة إسرائيل ورئيس حكومة إسرائيل قاسم مشترك يعني يختلفوا بالسياسات حتى يمكن على الموقف من روسيا على الموقف من الصين على الموقف من إيران هذا إذا اختلفوا بالسياسات الكاريجية لكن عموما الخلافات سياسة داخلية بأمريكا الآن يدخل النقاش حول صيغة العلاقة بإسرائيل وهون بنقاط على الحروف معالج الموضوع فما رح يستبقوا أنا كثير لكن رح أقول لأنه بنقاط على الحروف فلا برجع أوضحها لما بنقرار وبالمانشت على كل حال أنه نحن قدام اثنين أمريكا كبار أمريكا الجمهوري الحزب الجمهوري هي أمريكا الإسرائيلية شو يعني أمريكا الإسرائيلية هاي نقطة أنا ما نشارحها بالنقاط بنقاط على الحروف إنه بعد ما نجحت الحركة الصهيونية بتأسيس الكيان نشأ شيء مادي ملموس إلو على قبل إيجوا استجابوا لدعوة الهجرة واللي خلفوا وأنشأوا دورة حياة بالأراضي الفلسطينية المحتلة وشركات ومصالح وأصبحوا جزء من معادلات سلطة وشهوة سلطة فصار في شيء اسمه المصلحة الإسرائيلية التي تعبر عنها حاصل العملية السياسية داخل الكيان اللي بتتم من خلال الانتخابات وشحذ الهمم والنفوس والتعبئة العقائدية الصهيونية والتطرف ولغة القتل والموت والهدى هذه العملية السياسية تنتج نخبة سياسية إسرائيلية تقارب السياسة من موقع مصالحها ومن موقع رؤيتها لمصلحة إسرائيل ليست بالضرورة متطابقة مع رؤية الحركة الصهيونية العالمية التي تمثل أصحاب المشروع الأصليين رعاته رعاته حماته داعميه مموليه القيمين عليه الذين يرون وظيفته في قلب الرؤية الإجمالية للمصلحة الاستعمارية العالمية وبالتالي الذين يقيمون السياسات التي يجب أن تكون عليها سياسات إسرائيل بصورة قد لا تتطابق مع رؤية هذه الشريحة التي وصلت إلى الحكم وهي التي ترسم السياسة في إسرائيل فإذا بدلنا هذا الخلاف هو مش خلاف بين من مع إسرائيل ومن ضد إسرائيل تماني توهم يعني هو خلاف بين مقاربتين في رؤية المصلحة الإسرائيلية بين مقاربة إسرائيلية صهيونية طبعا لكن هي مقاربة إسرائيلية هي المقاربة الملموسة للشريحة الصهيونية التي تحكم فلسطين المحتلة وبين المقاربة الملموسة للشريحة الصهيونية التي تدير اللعبة الدولية واللي مركزها واشنطن فالحزب الديمقراطي يمثل الحركة الصهيونية العالمية الحزب الجمهوري هو أقرب ليكون مسانداً لإسرائيل هلأ اتنين في نهاية المطاف محكومين بمعادلة واحدة شو هي أنه نحن تورط بحروب ناخد الأرار فيها بناءً عن مصلحة أمريكا ويمكن الديمقراطي بيروح أبعد إذا المصلحة الصهيونية تستدعي مما يروح الحزب الجمهوري اللي بأيد إسرائيل أكثر من الحزب الديمقراطي كإسرائيل يعني كحكومة حاكمة في فلسطين المحتلة يزقف له ويحمس له ويهيئ له ويأيده ويدعمه وبدأ القدس بيمضيله وبدأ الجولان بيمضيله وبدأ بغداد بيمضيله لكن ما بيبعث قوات تقاتل إلا إذا المصلحة الأمن القومي الأمريكي تستدعي إرسال قوات وذهب إلى العراق وفي باله أيام جورج بوش الأبن وفي باله أمن إسرائيل لدرجة أنه كثير من المخالفين لحرب العراق قالوا أنها حرب إسرائيل وليست حرب أمريكا لكن عندما يرى أن رد الاعتبار للمكانة الإسرائيلية أمر تستطيع أمريكا أن تفعله ولها مصلحة فيه الحزب الديمقراطي بصفته ممثل الإدارة العليا للمصالح الاستعمارية في زمن العولمة هو حزب العولمة هو حزب الليبرالية العالمية المتوحشة فهو الذي يرى المصلحة الصهيونية العليا وكيف يمكن تخديمها هلأ هذه نقطة أولى إذن أن إسرائيل شو هي النشوء هذه الشريحة الصهيونية المقيمة في فلسطين المحتلة هي غير ليست بالضرورة مش غير ليست بالضرورة متطابقة مع رؤية الشريحة الصهيونية المنتشرة في أنحاء العالم والمتمركزة في قلب المعادلة الأمريكية النقطة الثانية أنه أنا آيل بالنقاط وهلأ بنقراها أنه في أمريكا إسرائيلية وأمريكا صهيونية ما في أمريكا عربية وأمريكا فلسطينية يمكن هذا الشيء فيه شوي من خليني أقول التشدد لأنه لا بدأت تظهر بوادر في الحركات الشبابية يعني هون اللي بيطلعوا بيقولوا اللي مبارحة مسخر عليهم نتانياهو أمام الكونغرس أنه بقولوا من البحر إلى النهر ما عارفين وين البحر وين النهر مش صحيح لا عارفين هون يقولون بال51% الذين قالوا من الشباب الأمريكي 51% يا نتانياهو يا أليل الفهم وما تمنع الكلمة تاني 51% من شباب أمريكا اللي تحت الـ 25 سنة بين 18 و 25 يقولون ما هو الحل الجذري للنزاع في الشرق الأوسط يجيبون إعادة فلسطين للفلسطينيين وعودة المستوطنين إلى البلاد التي جاءوا منها وفلسطين حرة من البحر إلى النهر يعني عارفين شو يعني البحر والنهر فلا خلينا نصحح ونقول نعم هناك أمريكا فلسطينية بمعنى تقارب من زاوية الحق المشروع والتاريخي للشعب الفلسطيني في أرضه ولكن لا تزال هذه الأمريكا الفلسطينية جنينا ينمو لم يشتد عوده لم يصبح قادرا على أن يكون في قلب المعادلة السياسية المعادلة السياسية الأمريكية الآن منقسمة بقوة متصادمة بقوة لكن بين أمريكا إسرائيلية وأمريكا الصهيونية أمريكا الصهيونية ترى أن الإسرائيلي الآن يأخذ إسرائيل وأمريكا والمشروع الصهيوني إلى الخراب الكبير لأنه يريد التورط بحرب لا قدرة لإسرائيل على تحمل تبعاتها ولا قدرة لأمريكا على مجاراتها بها من هون ببلش يبين عنها ما يبدو أنه مش بس تباين وهذا اللي بيخلينا نفهم شو معنى أنه مقاطعة خطاب نتنياهو شو معنى الكلمات التي قيلت مش عم نحكي عن بيرني ساندرز مثلا اللي قال مجرم حرب وكذاب وإلى آخره عم نحكي عن كريس بان هولن مثلا عم نحكي عن كامالا هاريس نائبة الرئيس والمرشح الآن عم نحكي عن نانسي بيلوسي الذين قاطعوا خطاب نتنياهو ويقولون أنه على أمريكا أن تكون أكثر تشددا في التعامل مع نتنياهو لأن هذه الحرب يجب أن تقف بايدن يمكن بشكل أكثرهم قربا لإسرائيل لكن تعبيرا عن المصلحة الصهيونية العليا أنه خضنا الحرب معا قاتلنا معا تحملنا النتائج معا مالا وسلاحا وحماية هذا لن يتغير لا بديمقراطي ولا بجمهوري لا بأمريكا الإسرائيلية ولا بأمريكا الصهيونية ستبقى تحصل إسرائيل على هذا لكن هي لم تحصل على جيوش تقاتل لأن الآن الذين يمثلون أمريكا الصهيونية يرون أن إسرائيل وأمريكا لا تتحملان والذين يرون أمريكا الإسرائيلية هم بالأصل يصفقون ويتحمسون للخطاب الإسرائيلي لكن يساهمون في دعمه بالمال والسلاح والحماية القانونية وليس أبعد إذن نذهب إلى المنشير نتنياهو طبعا أنا بدي أذكر نحن الليلة ساعة ستة المساء عندنا كل خميس الحوار الأسبوعي اللي اسمه حوار الأسبوع واللي كل أسئلتكن فيه بتكون موجودة جاي من منصات الإيكس التويتر والفيسبوك والتليجرام والإنستغرام واللينكد إن واليوتيوب طبعا لنجيب عليها يعني وأنا تصلوني مئات هذه الأسئلة ومن الآن تستطيعون نشر الدعوة تستطيعون من الآن من أي منصة من هذه المنصات أن تكتبوا أسئلة أن تكتبوا مداخلات أن تكتبوا آراء وأنا سأتعامل وأتفاعل معها في لقائنا في السادسة من هذا المساء كل خميس ساعة ستة مساء نحن على حوار مباشر على هذه المنصات لايف مباشر وبالتالي اليوم رح يعني ركز على القراءة لأن الشرح سيكون متاحا خاصة نقاط على الحروف طويل شوي فالشرح رح يكون متاح على سائر الملفات في سياق الحوار والمنشت مركز على خطاب نتنياهو والهدهد لكن رايح بنقاط على الحروف منائش خطاب نتنياهو وبالتعليق السياسي منائش الهدهد ماذا تعني وما هي الأبعاد ثم الخفايا والكواليس نبدأ بالمنشت نتنياهو أمام الكونغرس مقاطعة واسعة وحماسة جمهورية واحتجاجات شبابية مثل ما شايفين يعني تغطية موضوعية ومنصفة في مقاطعة واسعة نعم في 120 نائب 112 من نواب الحزب الديمقراطي و24 من الكونغرس يعني 136 آطعوا الكلمة وحماسة جمهورية لا يجوز أن نختصر المشهد بالمقاطعة لأنه شفنا التصفيق وشفنا الوقوف تصفيق وقوفا وشفنا وشفنا واحتجاجات شبابية كان هناك الآلاف البعض يقدرها بأكثر من عشرة آلاف كانوا يتظاهرون على أبواب الكونغرس ويحملون شعارات ويافطات تعبر عن حقيقة نظرتهم لخطاب نتنياهو ولمبدأ استضافته ساندرز معروف أنه زعيم اليسار في الحزب الديمقراطي عن خطاب نتنياهو كذب ومجرم حرب لبيد رئيس المعارضة الإسرائيلية وزعيمها مشين ووصمة عار باراك إهود باراك رئيس حكومة إسرائيل السابق ووزير الدفاع السابق لا تصدقوه هدهد ثلاثة يتسبب بتحقيق في فضيحة اختراق الدفاعات ويكشف تفاصيل راماد ديفيد كتب المحرر السياسي انتحل بن يمين نتنياهو شخصية ديفيد بن جوريون عندما وقف يسرد أمام الكونغرس قضية المحرقة وحكاية الخرافة الصهيونية عن دولة عمرها أربعة آلاف سنة أنه عم يحكي كأنه شو القضية هلا أنه هلا عم تأسس إسرائيل وعم تأنعهم بأنه هذه دولة التوراة ودولة الوعد الإلهي ودولة سليمان وداود ويعقوب وإبراهيم أنه هاي الخبرية طيب بس يبدو فيه مهابيل بالكونغرس عايشين القصة يعني فهو عارف شو عم يحكي يعني والمحرقة واليهود الذين طهدوا والآن هناك محاولة وحتى حركة الجامعات صارت معادية للسامية وهي جزء من بس كمان فيه مصاطين مبسوطين بهذا الحكيم رغم أنه ما إلو علاقة بالواقع ولا بالحقيقة ولا بالعلم ولا بشي يعني أنه عم تجي تحكي عن دولة عمره أربعة آلاف سنة أي واحد بيقرأ تاريخ هو الشباب بتاعوا الجامعات لما راحوا قرية تاريخ لأوا أنه فيه هيك يعني ستين سبعين سنة من أصل المئات وآلاف السنين طلعت جماعة يهودية حكمت عملة مملكة بني إسرائيل عاشت سبعين سنة من أصل يعني ممالك عاشت مئات السنوات وما حدا بيجي بيقول أنه الحثيين مش الحوثيين والمدرشو والأشوريين ما حدا بيجي بيحكي هيك يعني ومعاشت أعمارا أطول يعني المغول أعدوا بلادنا أكتر فبالتالي يعني فيه سخافة بمقاربة الموضوع من الزاوية الفكرية والتاريخية ثم الحكي على المحرقة مين اللي عمل المحرقة فيك يا نتنياه وبالياهود وبهذا مش العرب ولا المسلمين بأوروبا هاي روح انتين من أوروبا روح عائب بأوروبا ما فيك تجي تحكي على المسلمين بعداء السامية وأغلبهم من أصول سامية العرب ساميين يعني على من تتلو مزاميرك يا داود فكان يعني عم ياخد دور المبشر كأنه هو يعني حخام وجاي عن به هذا اتنين أنه في معركة واحدة بين أمريكا وإسرائيل هي معركة التحضر بوجه التوحش بعد الذي جرى في غزة يعني اسأل الناس العاديين بأمريكا نفسا من روح بالشارع واسأل من هو الوحش الأول في العالم اليوم بيخبروك أنه نتنياهو دون أن ينتبه أنها 76 سنة مرت على مثل هذا الكلام تلقى خلالها كيانه كل ما يلزم ليكون لديه جيش لا يقهر أنت جاي تقول له نسلحوني ومولوني على أساس مقصرين معك وجيش الكيان قهر في يوم الطفان ولم يسجل بطولة واحدة كما زعم نتنياهو يعني قاعد يخبرون أنه نحن عملنا بطولات شو البطولات اللي عملتا يوم الطفان حبيبي؟ يعني هربوا عسكرك سحق عسكرك سحق جيشك وجاي تقول لي أنه أنت بسبعة أكتوبر هذا اليوم المجيد الذي قاتل فيه الأبطال وجايب لي واحد أنه هذا أصيب وأطع مدرشه تمن أميال لحتى وصل له هو جريح لأمشي لحتى ينقذ رفاقه يعني عامين عم متفلص يعني ما العالم بتعرف أنه فرقة غزة العشر تلاف مقاتل فاتوا ألف ومئتين مقاتل فرموها فرم يعني مواقعك السطعش أبيدت يعني الحديث حتى عن المدنيين الذين قتلوا تبين بالتحقيقات لعملتها الشرطة الإسرائيلية أن أغلبهم قتل بنيران طائرات الأباتشي والدبابات الإسرائيلية لأنهم كانوا رهائن فقصفت البيوت التي كان فيها الأسرى الإسرائيليون مع آسريهم من الفلسطينيين فكسب أدبة بتكون يعني على كل حال لكن هذا لاقى تصفيقا يعني أشعل الحماسة الجمهورية ويا اللطيف وأنه عم يسمعوا المبشر الرسولي وكلما زاد المنصوب العنصري في خطابه كانت المقاطعة أكثر والتصفيق أكثر لكنها كانت المرة الأولى التي يقاطع خطاب نتنياهو وحضور رئيس حكومة كيان الاحتلال أي رئيس منهم رموزه الحزب الديمقراطي وفي المقدمة نائبة الرئيس التي يفترض أن تترأس الجلسة وفق الدستور كمالة هاريس المرشح الرئاسية وفعل مثلها من مجلس النواب مئة واثنى عشر عضوا من أصل ميتين واثناش يعني أكثر من النص ومن مجلس الشيوخ أربع وعشرين من أصل واحدة وخمسين المجموع مية وستة وثلاثين من أصل الميتين واثناش وواحدة وخمسين ميتين وثلاثة وستين يعني أكثر من النص بينما كان شباب أمريكيون ومعهم محتجون كثر بالآلاف يطوقون مبنى الكونغرس ويهتفون نتنياهو مجرم حرب فلسطين حرة حرة بينما كان نتنياهو يصف داخل قاعة الكونغرس عشرات الآلاف من طلاب الجامعات الأمريكية الذين انتفضوا لنصرة غزة بوجه جرائم الاحتلال ومعهم إدارات جامعاتهم بأنهم عنصريون معادون للسامية مجرد دوات إيرانية يا للثقافة يعني ويا للعلم وبقلب أمريكا بيقبلوا نواب الكونغرس واحد يجي ينهت على بلدهم على سيادتهم على شعبهم على طلابهم على شبابهم يعني هاي السيادة هذا مفهوم السيادة على كل حال يعني دمي أمريكا في اللعبة التي هي أمريكا الجمهورية ايه يتلاعب بها نتنياهو بكلماته النائب الديمقراطي بوبي ساندرس قال إن نتنياهو كذاب ومجرم حرب بينما قال زعيم المعارضة في الكيان إن خطاب نتنياهو مشين وهو لم يتطرق للقضية الأهم وهي قضية الأسرة والمفاوضات ولا قال كيف سيقوم بإعادتهم إنه وصمة عاد تحدث رئيس الحكومة السابق إيهود باراك لقناة سي أن أن فتوجه للأمريكيين قائلا لا تصدقوه إنه يضل لكم متسائلا كيف سيخرج نتنياهو بالكيان من النفق المظلم الذي أدخله فيه في الوقت ذاته الذي كان يقف فيه نتنياهو أمام الكونغرس يختبر مواهبه الخطبية كان داخل الكيان على موعد مع تظاهرات صاخبة تندد بنتنياهو وتطالبه بالإسراع بالتوصل لاتفاق ينهي قضية الأسرة ويوقف الحرب بينما انشغل الوسط العسكري والأمني بما نشرته المقاومة عن حصاد طائرة الهدهد ثلاثة حول قاعدة رماد ديفيدي الجوية وقد قامت بتصوير مفصل للقاعدة التقديرات 20 متر كانت المسافة من خلال رؤية المشهد وحجم المأباني مفصل للقاعدة واقتراب من مواقعها السرية والقبب الحديدية والرادارات ما أثار فضيحة حول شروط الأمان في قاعدة من أهم القواعد الجوية في الكيان يفترض إذا بدأت أرب عليها طائرات هوات تحت أعراس أنه بتشتعل النيران تطلق المضادات وإلى آخره تحدث الخبراء والضباط السابقون في جيش الاحتلال لقنوات تلفز العبرية عن رسائل الهدهد فأجمعوا أن الرسالة الأهم هي أن الكيان بات مكشوفا دون حماية خاصة يجيب عديافة التي أرسلها اليمنيون وأن حزب الله قادر على الوصول بأسلحته وطائراته وصواريخه إلى أي نقطة في الكيان وأنه يعلم عن داخل المؤسسات الأمنية سم قائد القاعد ويعلم عن داخل المؤسسات الأمنية والعسكرية الحساسة ما لا يعلمه كثير من المسؤولين في الكيان إذن هذا بالنسبة لنا المنشد ننتقل إلى نقاط على الحروف نتنياهو بين أمريكا الإسرائيلية وأمريكا الصهيونية لا نقاش قبل كلمة بن يمين نتنياهو أمام الكونغرس وبعدها حول أن الدعم الأمريكي لكيان الاحتلال لن يتوقف أو يتبدل مع أي رئيس أمريكي كما لا نقاش بأن ما قدمته وتقدمه إدارة جو بايدن هو ذاته ما يمكن لإدارة برئاسة دونالد ترامب أن تقدمه عمليا كما تقول رئاسة ترامب سابقة حيث لم يتبقى مما لم يقدمه بايدن إلا إرسال الجيوش الأمريكية لخوض حرب كبرى مع قوى ودول محور المقاومة وهو ما سبق لترامب أن تهرب منه تماما كما يفعل بايدن لن يجد نتنياهو في واشنطن رئيسا يمنعه من ارتكاب المزيد من الجرائم أو يجبره على وقف الحرب ولن يجد رئيسا يوقف عن حكومته وجيشه التمويل والسلاح أو رئيسا يسمح بملاحقة الكيان وحكومته وجيشه أمام المحاكم الدولية أو رئيسا يسمح بصدور قرارات عن مجلس الأمن الدولي تدين جرائم الاحتلال أو تفرض عليه الإذعان لموجبات القانون الدولي لكنه أيضا لن يجد في أمريكا رئيسا يقرر إرسال الجيوش الأمريكية للقتال لترجمة أهداف نتنياهو وحكومته وجيشه لن يجد ذلك في أمريكا بايدن التي هربت من أفغانستان وهي تخوض حربها هي وليس حرب إسرائيل ولا في أمريكا ترامب التي هربت من الرد على هجوم أرامبو عام 2019 وتهربت من الرد على إسقاط طائرتها التجسسية العملاقة هي وليس طائرة إسرائيلية فوق إيران وفي أمريكا أوباما وترامب وبايدن تم تفادي تجريد حملة عسكرية لربح المنازلة حول سوريا ولذلك يستطيع نتنياهو العائد إلى غرفة نومه أن يكون مطمئنا أنه بخطابه وبدون خطابه سوف يحصل على ما يحصل عليه وأن أحدا لن يضرط عليه لتغيير أهدافه لكن مع أمريكا بايدن وأمريكا ترامب عليه هو وكيانه وجيشه أن يملك ما يلزم من جيش ورأي عام لتحقيق الأهداف التي يتحدث عنها وخوض الحرب التي يريد النصر الكامل فيها لأن لا في أمريكا بايدن ولا في أمريكا ترامب سيجد من يرسل الجيوش الأمريكية ليخوض له حروبه ويحقق له أهدافه فالأمريكيون المختلفون على أشياء كثيرة متفقون على أنهم ليسوا قادرين على تحمل تبعات حرب فهل في جيب نتنياهو وصفة نصر مع هذا النوع من المساهمة الأمريكية القصوى التي يحصل عليها وسوف يحصل عليها مهما تغير اسم الرئيس الأمريكي يعرف نتنياهو أن لا وصفة تحقق له ما يرغب بتحقيقه ولذلك قال منتقدوه الكثر أنه يعيش حالة إنكار وانفصال عن الواقع كما يعرف أن ما قاله منتقدوه عن كذبه وصف دقيق فهو يعلم أن يوم الطفان كان يوم الذل الكبير لكيانه وجيشه وحكومته وليس يوم بطولة ويعلم أن جيشه جيش قاتل وليس جيشا مقاتلا فقد نجح بقتل الأطفال والنساء في غزة لكنه لم ينجح أبدا في الفوز بمعركة عسكرية واحدة هذا الجيش في رفح قتل المئات في خيام النازحين حرقا وتمزيقا بالشضايا ولم ينجح بإنجاز بطولة واحدة كما زعم نتنياه في أكاذيبه فشل في كل المواجهات وكان المقاتل المقاوم يصل إلى الدبابة وبداخلها جنود يرتعدون خوفا أغلقوا طلاقة الدبابة فوق رؤوسهم فيزرع هذا المقاوم عبوته من مسافة صفر وينتظر انفجارها كما يعلم نتنياه أن ما قاله من أكاذيب تاريخية حول فلسطين وشعبها والتشكيك بكونها وطنا كامل المواصفات أكدته قرارات المحكمة الدولية الأخيرة منذ أيام لا يغير حقيقتها التشدق بأربعة ألاف سنة وهمية عن دولة وهمية خرافية قال يائير لبيد أن خطاب نتنياه مشين فلم يأتي على ذكر الأمر المهم الوحيد الذي كان يجدر به تكريس الخطاب لتناوله وهو كيف سيضمن الإفراج عن مئة وعشرين أسيرا لدى المقاومة في غزة وقال إيهود باراك إن نتنياه كذاب كبير وقال النواب الديمقراطيون الذين قاطعوا حضور كلمته وهم أكثر مئة وعشرين نائب إنهم يرفضون كلامه المسيء للطلاب الأمريكيين الذين تظاهروا ضد الجرائم في غزة لكن الحقيقة هي أن التصفيق الذي لقاه نتنياه وكلمات الحماس التي واكب بها المتطرفون اليمينيون العنصريون في الكونغرس وخارجه كلمة نتنياه هي إشارة هامة إلى أن هذا التفاعل يمثل الاتجاه السائد بين صناع السياسة والإعلام في واشنطن بشر أن يربح نتنياه الحرب دون أن تخوضها الجيوش الأمريكيين فهل يستطيع؟ الشيء الجديد الذي قالته الزيارة هو أن أمريكا باتت منقسمة بين أمريكا إسرائيلية وأمريكا صهيونية وبالتأكيد ليس هناك مكان لأمريكا عربية أو أمريكا فلسطينية أو لنقول هناك مكان صغير هناك مكان ضيق هناك حيز قيد التشكل أما السائد فهو أمريكا الإسرائيلية وأمريكا الصهيونية أمريكا الإسرائيلية هي تلك التي يمثلها ترامب والذين صفقوا لنتنياهو والذين لا يزالون يطربون لخطاب التطرف العنصري كما كان الحال مع نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا قبل أن يبدأ بالتهاوي داخل جنوب إفريقيا وليس في الكونغرس حيث سقط هناك في الداخل قبل أن يسقط في أمريكا وبريطانيا وكما كان يمكن أن يسمع العنصريون في جنوب إفريقيا كل التشجيع سمع نتنياهو لكن الميدان الذي يقرر ليس في واشنطن لكن في أمريكا أيضا ظهرت أمريكا الصهيونية التي تقول أنها مسؤولة عن التفكير بمستقبل إسرائيل وطيش قادتها وتهورهم وعبثهم وخطورة مغامراتهم ومقامراتهم وأنها لا تتحمل رؤية الكيان ينهار بسبب هؤلاء الصبية المتطرفين فما يقوله النواب الديمقراطيون الذين قاطعوا كلمة نتنياهو هو أن نتنياهو خطر على الكيان وأمنه وأنهم يؤيدون قيام دولة فلسطينية لأنها الممر الإلزامي لشق وحدة الفلسطينيين وإضعاف المقاومة ولحرمان محور المقاومة ومعه إيران من كسب تأييد الغاضبين من غياب الاعتراف العالمي والأمريكي خصوصا بالحد الأدنى من حقوق الشعب الفلسطيني مش ألبن على الفلسطينيين ألبن على إسرائيل وبيقولوا ما فيها إسرائيل تنكر قيام دولة فلسطينية وتنكر الاعتراف بحق فلسطيني وتلاقي عربي يدعمها حتى محمد بن سلمان اللي قال أنا مع التطبيع يقول لا أسير بأي خطوة قبل أن أرى خطوات عملية باتجاه دولة فلسطينية أبو مازن اللي رايح للموت مع إسرائيل ما فيه يكمل إذا ما فيه أداء إسرائيلي ومن خلفه موقف أمريكي يقول لابد من الاعتراف بالحقوق الفلسطينية لأن دولة فلسطينية هلأ بنقصوا بزيدوا بيزغروا حجمها بنقصوا سيادتها بالحدود التي تجد من يقبلها بين العرب والفلسطينيين برأيهم هي الطريق كي يقتتل الفلسطينيون فيما بينهم من يؤيد المقامة ومن يؤيد المفاوضات للإيضاح عام 2010 وهذا كتير مهمة هذه الفقرة كتير مهمة كتير مهمة كتير مهمة أنا جاي باقتباسات حرفية حرفية من كلمة هيلاري كلينتون عام 2010 قبل 15 سنة أمام الأيبك الأيبك اللي هي أكبر تجمع داعم لإسرائيل هي اللوبي السهيوني الذي يحكم نصف أمريكا إذا مش كلها 3-4 نواب الكونغرس يؤبطوا منه مصاري للإيبك عام 2010 تحدثت هيلاري كلينتون مش رأيه هذا نص وثيقة أعدت من خبراء الدبلوماسية الأمريكية حول مقاربة المشهد الجديد في المنطقة عام 2010 وكتبت الوثيقة تحت عنوان إسرائيل أمام مستقبل قاتم فقالت هيلاري كلينتون إن إيران أي الوثيقة قالت إن إيران 2010 تذكروا وكان نتنياهو رئيس الحكومة وطبعا أشادت فيه أنا ما جبتش الفقرات اللي بتشيد فيه لأنه مأيد للدولة الفلسطينية هذا المنافق البخادع الكذب اللي بقول أنا بعمري ما أيدت نألي عنه ليش مكذبه هذا غير صحيح وكلامها غير مطابق غير دقيق مع ما قلته لها مثل ما عمل ببايدن يوم أعلن المبادرة أنها مبادرة إسرائيلية كذب فقال إن إيران هي قالت والوثيقة الدبلوماسية قالت لكن نطقت أمام الأيبك عم بتقول لهم نحن شركة نحن مصلحة واحدة نحن مصير واحد عم بتقولوا إيران وإيران وإيران هو أمبارح هيك عمل فقالت لهم إن إيران ليست التهديد الوحيد الذي يلوحه في الأفض تواجه إسرائيل اليوم بعضا من أصعب التحديات في تاريخها 2010 وأضاف أولا لا يمكننا أن نتجاهل الاتجاهات السكانية طويلة الأمد الناجمة عن الاحتلال الإسرائيلي وكما لاحظ وزير الدفاع إيهود باراك وآخرون كلام لا كلينتون فإن الحسابات العنيدة للديمقراطية والديمغرافيا تعمل على التعجيل بالساعة التي قد يضطر فيها الإسرائيليون إلى الاختيار بين الحفاظ على ديمقراطيتهم والبقاء صادقين مع حلم إقامة وطن لليهود شو عم بتقول هي عم بتقول أنه أرض السبعة وستين وأرض تمانية وأربعين التكاثر العربي فيها عم بيخلي الأغلبية عربية فإذا بتكون تضلوا ماشيين بهذا شيء مسيطرين على الضفة وعلى غزة ومحتلين كل الأراضي الفلسطينية التاريخية توسع والطبوا الديمقراطية وتقولوا نحن دولة ديمقراطية رح تخسروا الدولة اليهودية ما رح الأغلبية عربية وإذا بتكون تضلوا متمسكين بالدولة اليهودية رح تصيروا دولة فصل عنصري أو بتكون تخسروا الأرض ونظرا لهذا الواقع بتكون تتنازلوا عند أرض السبعة وستين لتبقوا أغلبية بأرض تمانية وأربعين اللي الإحصاءات بتقولوا أنه بعد ثلاثين سنة حيصيروا العرب أغلبية فيها عم بيحكي من الفين ونظرا لهذا الواقع تقول هي فإن حل الدولتين هو المسار الوحيد القابل للتطبيق لتبقى إسرائيل دولة ديمقراطية ودولة يهودية إذن هذا 2010 عم بتقولهم بتكون تبقوا دولة يهودية ودولة ديمقراطية في طريق واحد تتخلوا عن الأرض المحتلة عام 67 وتعبل وتنشع فيها دولة فلسطينية وقالت وما بقى فيه هجرة ومهاجرين هي الجلمة والوثيقة طويلة بتقول كانت إسرائيل تحل مشاكلها دائما بمزيد من الهجرات لقد نضبط موارد الهجرة ثم قالت ثانيا لا يجوز أن نتعامى عن العواقب السياسية المترتبة على استمرار الصراع شو هو الصراع هناك اليوم صراع حقيقي ربما للمرة الأولى عم تحكي بالمنطقة بين أولئك الذين يقبلون وصفقة القرن إلى آخره والسلطة الفلسطينية وأوسلو أبل ودي عرب وكامب ديفيد بين هؤلاء يعني العرب هي عم تقول وأولئك الذين يرفضونه ولا يسعون إلا إلى استمرار العنف وطبعا هناك أمريكيين ومنهم هيلاري كلينتون ومنهم الديمقراطيين بقولوا كمان بين المستوطنين هناك من يريد إسرائيل على كامل الأرض من البحر إلى النهر ويريد تهجير الفلسطينيين ولا يريد أن يرى فلسطيني فتقول إن الوضع الراهن يقوي الرافضين الذين يزعمون أن السلام مستحيل ويضعف أولئك الذين يقبلون بالتعايش هلأ كريس فان هولين هذا النائب الديمقراطي حكي كلام مشابه شؤال أنه عمليا اللي بيقول بدي من البحر للنهر إسرائيل مثل اللي بيقول بدي من البحر للنهر فلسطين ويقويه لأنه أنت لما ما بتترك مجال لدولة فلسطينية فأنت تقول الحل الوحيد إزالة إسرائيل وإقامة دولة فلسطين على كامل التراب الفلسطيني التاريخي عم بيحكي المنطق هذا منطق صهيوني هذا مش منطق مؤيد للقضية العربية لننتبه لها الشيء فإذن الذين يبدون أنهم مدافعين عن مصالح إسرائيل برفض دولة فلسطينية هم عمليا لا يخدمون مصالح إسرائيل أو مصالحنا هيك عم بتقول هيلاري كليمتون ليش؟ لأنه يسقطون الاعتدال العربي بين هلالين ما بيبقوا دعاة التفاوض الفلسطينيين ولا دعاة التفاوض العربي عندهم رأي عام يسمعون محمود عباس شو بيعد يبيع إذا صاروا الإسرائيليين كلهم عم بيقولوا ما في دولة فلسطينية روح انقلع شو بيبيعوا العرب اللي عم بيقولوا تطبيعوا هذا إذا إسرائيل عم بتقول ما في حل فلسطينيين يا إبادة يا تهجير ثم ختمت ثالثا أنه إذا لتنمي مصلحة أمن إسرائيل وضعيطها ببيئة متفهمة ومتقبلة ومتأكلمة ومتعايشة يجب أن تعطي دولة فلسطينية والإصرار على أنه فلسطين من البحر للنهر هي دولة إسرائيل والقدس الشرقية وغربية هي عاصمة إسرائيل هذا يؤجج الصراع هذا يغذي الذين يقولون في المنطقة أن لا إمكانية للتعايش مع إسرائيل ولابد من إزالة إسرائيل وطبعا عم يحكوا هلا أن الديمقراطيين أنه إيران نعم إيران عدو إيران خطيرة وإيران تتربص منها لكن اللي بأوي إيران هو أن تبقى القضية الفلسطينية بلا حلول والذين راهنوا على أن التفاوض وأمريكا يجلمان الحلول من العرب سيطاحوا بهم سيطاحوا بهم بل إن بعض التفسيرات للربيع العربي قالت أن بالخلفية فشلهم في حل قضية فلسطين المهم أن هذا الاعتداد العربي يضمر كلما خفت الصوت الداعن لدولة فلسطينية داخل إسرائيل هذه معادلة هيلاري كينتون ثم قالت ثالثا طبعا هي في فقرة تمهيدية لها بتقول أن إسرائيل كانت تحل نصف مشاكلة عبر مزيد من الهجرات ما بقى فيه هجرات نصف مشاكلة أو تلت مشاكلة عبر الهجرات تلت مشاكلة نحل الله إياها نحن بالمعتدلين العرب مثل كامب ديفيد مثل وادي عربة مثل أوسلو وتلت مشاكلة الأخرى تحلها عبر الحروب فهي جاوبت على الأول هجرة ما بقى فيه جاوبت على الثاني أضيته على أي إمكانية لاعتدال عربي يؤمن بالتفاوض من خلال عودة النغمة للحديث عن إسرائيل على كامل أرض فلسطين التاريخية وما في دولة فلسطينية ثالثا وهذا خطاب نتنياه مبارع ثالثا يجب علينا أن ندرك كمان هون انتبهوا منيح لايكم من أين تأمن 2010 هذا أكبر من عقل هيلاري كلينتون هذا حكي عقول استراتيجية أمريكية علينا أن ندرك وعسكرية تحديدا علينا أن ندرك أن تكنولوجيا الحرب المتطورة باستمرار تزيد من صعوبة ضمان أمن إسرائيل وتضيف على مدى ستة عقود ظل الإسرائيليون يحرسون حدودهم بيقظة وكانت معادلتهم حرب خاطفة ونصر حاسم وكانا ممكنين الآن لم يعد هناك مكان لحرب خاطفة أو لنصر حاسم لأن التقدم في تكنولوجيا الصواريخ والطائرات المسيرة يعني أن العائلات الإسرائيلية أصبحت الآن معرضة للخطر بعيدا عن الحدود وفي العمق وعلى الرغم من جهود الاحتواء قباب حديدية وباتريوتو كذا فإن الصواريخ ذات أنظمة التوجيه الأفضل ما كانت بعد الأجيال الفرد صوتية طالعة والمدى الأطول والقوة التدميرية الأكبر تنتشر في جميع أنحاء المنطقة وقد جمع حزب الله عشرات الألاف من الصواريخ على الحدود الشمالية لإسرائيل 2010 ما كان عنده بعد صواريخ تقيقة التوجيه اللي بدأت من 2017 تضغط ولحماس عدد كبير أيضا من الصواريخ في غزة وحتى لو كان بعضها لا يزال خاما فإنها جميعا تشكل خطرا جسيما كما رأينا مرة أخرى الأسبوع الماضي بجولة من جولات تصعيد مع غزة كلام هيلاري الذي أعدته وزارة الخارجية كوثيقة عنوانها مستقبل قاتم ينتظر إسرائيل قبل خمسة عشر عاما لا يزال صالحا من زاوية التهديدات الواقعية التي ينكرها نتنياهو وهو في قلبها بل أضيف لها تهديد اليمن الذي جاء لاحقا لكلام هيلاري كلينتون عام 2010 ولم يكن بوفان الأقصى إلا ترجما لإنكار نتنياهو الاعتراف بصحة هذه التهديدات وربما لذلك قال السيد حسن نصر الله تبقى الكلمة للميدان الأمر يحتاج إلى المزيد من الوقت والمزيد من الصبر والمثابرة نذهب إلى التعليق السياسي العنوان شوي ظريف اليوم بتهدد من هدهد من نسبة إلى الهدهد في إحدى خطاباته علق الأمين العام لحزب الله على التهديدات الإسرائيلية بشن حرب واسعة على لبنان فقال بتوسع من وسع بتعلي من علي والقصد بالتوسعة هو المدى الجغرافي بتروح عبا علباك منروح على آخر عمق الجولان وأطراف طبارية أما الذهاب للأعلى فهو المستوى الناري بتقصف بصواريخ قوية منقصف بصواريخ قوية لكن المقاومة منذ ذلك التاريخ ترد على التهديدات الإسرائيلية في الميدان وترسم معادلات جديدة هاي على طريق بتوسع من وسع وتعلي من علي كانت آخرها معادلة السير حول المستوطنات التي سوف تستهدف للمرة الأولى كل مرة ردا على التمادي في استهداف المدنيين وهذا يجري منذ قطاب سمحته دخلت على الخط طائرات الهدود التي استعارت المقاومة تسميتها من هدود النبي سليمان الذي طار إلى سبأ وجاء من خبر اليقين وتلاحق حلقات مسلسل الهدود وفي كل مرة أبعاد جديدة معاني جديدة وتحمل كل مرة رسائل جديدة وقد قال هدهد واحد إنما تعرفه المقامة عن حيفة يجعل التفكير بتوسيع نطاق الحرب لتطال مدن الجنوب كما كان بعض الخبراء في الكيان ينصحون كبديل لحرب كبرى تستهدف العاصمة بيروت أنه أقصف السور والنبطية مثلا هذا الهدهد واحد قال له أنه قصف السور والنبطية ومدنيين وهذا نوع من الجنون لأن حيفة سوف تخرج عن الخدمة نصف مليون مستوطن سيكونون تحت النار من يبقى منهم حيا سوف ينضم إلى صوب المهجرين محطة الكهرباء سوف تدمر خزنات النفط سوف تحرق تنقطع الكهرباء عن مناطب كثيرة أزمة وقود داخل الكيان هذا عدا عن أن مصنع رفائل للأسلحة الذي أظهره هدو الواحد سوف يصبح في خبر كان وهكذا تراجعت موجات التصعيد التي كانت بدأت تطال أطراف سور والنبطية ولأهداف مدنية جاء هدهد اثنين وقال للعقل الجمعي في الكيان إن معادلة معلبك الجولان ليست عشوائيا فلا تعبثوا ولا تستهينوا فالمقاومة تعرف الجولان كما يعرف المقاتل في المقاومة كفا يدين بتطلع هيك وبتقرى هون مقر كذا هون غرف التنصف هون مراقبة وتتبع وكشف هدهد اثنين قواعد استخبارية سرية لم يكن يتوقع أصحاب القرار في تل أبيب أنها تحت عيون المقاومة ورسالة هدهد اثنين كانت منع أي تصعيد على جبهات البقاع الشمالي العمق الذي تريد المقاومة تأمين الحماية له وفق معادلة بعلبك الجولان وتحقق الهدف بالأمس هدهد ثلاثة يخاطب حسابات سلاح الجو في كيان الاحتلال والهدهد يقترب على مسافة أمتار من سطح الأرض ويقارب أدقة تفاصيل في واحدة من أهم قواعد سلاح الجو حيث الأسراب مكشوفة ومهاجع الجنود ومرآب كل سرب من أسراب الطائرات والمدارج التي تستخدمها الطائرات وحيث تصل عيون المقاومة تصل أيديها وحيث تصل طائرة استطلاع تصل طائرة انقضاد ما يعني القدرة على إحراق الطائرات وقتل الجنود وتدمير المدارج وبعد التحذير لقبرص الذي سمعته اليونان ودول أخرى للتوقف عن منح أي تسهيلات للطيران الإسرائيلي ترتب على هذا التحذير حرمان سلاح الجو في كيان الاحتلال من قواعد تبادلية مع قواعده كانت قبرص واليونان ودول أخرى تؤمنها الرسالة تقول إن قواعدكم تحت رحمة نيران المقاومة فلا تتصرفوا كأنكم بأمان وأيديكم طليقة احسبوها جيدا قبل اللعب بالنار قد تطير طائراتكم لتقصف في جنوب لبنان لكنها لن تجد مدرجا لتعود وتهبط عليه لا داخل الكيان ولا خارج الكيان نذهب إلى الفقرة الأخيرة خفايا وكواليس خفايا علق مرجع سياسي على كلام رئيس حزب مناوئ للمقاومة حول حقه هذا الرئيس الحزب كان عنده مقابلة من كم يوم وعم بفقه وشرايين وقدمين وعم بشدة على حاله وإنه أنا بدي أنا يا أخي بدي إلي عدي أعرف أنا بدي شارك بالجنوب وسياسات الجنوب وما حدا في يمنعني وعظيم المرجع السياسي علق على كلام هذا الشخص رئيس هذا الحزب الذي يطلب أن يكون له حق في رسم السياسة الدفاعية والعسكرية بالقول أنه يعني رسم السياسة بده كل اللبنانيين لكن حتى طلب حق الفيتو في الحياة الوطنية بثلاثة نواب يعني ما بحق له نالوا أصواطاً مجتمعين هون ثلاثة أقل من ما ناله نائب واحد من حزب الله نوابه الثلاثة جايبين 24 ألف صوت الحج محمد رعا جايبه 48 48 ألف صوت لنايبه هذا الحزب كله نص نائب هذا الحزب نص نائب وبدوا بالنص نائب الفيتو وبدوا أن حزب الله ما يكون عنده فيتو على السياسة الدفاعية والعسكرية وهو عنده 13 نائب بمجلس النواب فالمرجع السياسي يقول المعادلة الديمقراطية الصحيحة تقوم على أن تملك الأحزاب نصيباً في القرار الوطني يعادل نصيبها من تصويت اللبنانيين كواليس قال أحد المعلقين العسكريين أن ترابط الساحات والجبهات بين قوى محور المقاومة ما يسمح بالاستنتاج أن ما ينشره الإعلام الحربي عن حصاد الهدهد هو بنك أهداف للمحور وبالقياس لاستهداف مدينة الحديدة ومينائها ومحطات الكهرباء فيها وخزانات النفط في مينائها أيضاً يمكن القول أن حصاد الهدهد واحد عن حيث وما فيها من أهداف مشابهة صارت حصة يمنية لأنه فيها ميناء وفيها محطة كهرباء وفيها خزانات نفط وحصاد الهدهد اثنين عن الجولان وقواعد الاستخبارات والرصد والمراقبة صار حصة المقاومة العراقية سائلاً لمن سيكون حصاد الهدهد ثلاثة أي قاعدة رماد ديفيد الجوية الأرجح لجبهة لبنان ننتهي هنا من فانوراما اليوم سلام القدس لكم وعليكم دائماً وأبداً وإلى اللقاء في الغد في ذات التوقيت كل يوم 8.30 الصبح نحن على موعد مع صباح العاصمة حديث العاصمة صباح القدس فانوراما مسجلة صباحاً تحضرونها بعد الظهر على اليوتيوب كتسجيل لكن من الآن هي متاحة بصفتها بثاً مباشر لمن شاركونا ويمكن حضور تسجيلها كبث مباشر أيضاً إلى اللقاء في الحلقة القادمة